بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الجزء الثاني من الدرس الثالث وفيه أمثلة ومسائل عن الأسس الصحيحة في الأمثلة المثال الأول ثلاثة A أس خمسة في اثنين A أس نقص ثلاثة نضرب الأعداد في بعضها اثنين في ثلاثة بستة والأعداد ذات الأسس A أس خمسة في A أس نقص ثلاثة في بعضها فنجمع هنا الأسس خمسة نقص ثلاثة يعطي اثنين فيكون الناتج النهائي ستة A تربيع المثال رقم B ستة X أس نقص ثلاثة على ثمانية X أس نقص خمسة نختصر البست والمقام عدديا ستة على اثنين ثلاثة تمانية على اثنين أربعة ثلاثة أرباع وهنا X أس نقص خمسة لو اطلعت إلى البست بعكس الإشارة تصير X أس خمسة نطرح سالب خمسة موجب خمسة يكون الحل ثلاثة فيكون الناتج النهائي 3 على 4X تكعيب المثال الثالث سالب 4Y تكعيب ناقص سالب 4Y كل تكعيب نوضع في البداية الأس الثالث على سالب 4 مرة وعلى Y مرة فتصير سالب 4Y تكعيب زائد سالب 4 تكعيب إذا كان الأس فردي فإن إشارة سالب تبقى كما هي وإذا كان الأس زوجي تحزف إشارة السالب لأننا كما نعلم سالب 1 في سالب 1 هذا عدد زوجي من الإشارة السالبة هذا يساوي موجب 1 أما لو عدد فردي سالب 1 في سالب 1 في سالب 1 مثلا فهذا يعطي موجب 1 موجب 1 ضرب سالب 1 يعطي سالب 1 فإذا ضربنا إشارات سالبة عدد زوجي من المرات كان النتج موجبا وإذا كان عدد فردي من المرات كان النتج سالبا وهنا سالب 4 أس ثلاثة أي عدد فردي فيكون النتج سالبا وأربعة أس ثلاثة أربعة وستين ووي تكعيب تبقى كما هي ثم نضرب سالب في سالب موجب فيكون الآن لدينا سالب 4 ويتكعيب زائد 64 ويتكعيب 64 ناقص أربعة 60 ويتكعيب في المثال الأخير 2A أس ناقص ثلاثة بي تربيع مرفوع هذا المقدار إلى أس سالب 2 نوزع أس سالب 2 على الكل نوزعه مرة على العدد 2 تصير 2 أس سالب 2 ثم نوزعه مرة أخرى على A أس ناقص ثلاثة فنضرب كما تعودنا نضرب الأسس سالب 2 في سالب ثلاثة A أس ستة ثم نوزعه مرة أخرى على بي تربيع فنضرب سالب 2 في 2 بي أس ناقص أربعة فA أس ستة توجد في البسط وبي أس ناقص أربعة تنزل إلى المقام بعكس الإشارة إشارة الأس فتصير بي أس أربعة و2 أس ناقص 2 هي 2 تربيع في المقام أي أربعة فيكون المقدار في الصورة النهائية A أس ستة على أربعة بي أس أربعة وإليكم الآن بعد هذه التمارين خمسة X أس ناقص ثلاثة في ثلاثة X أس أربعة نضرب العدد في العدد ثلاثة في خمسة خمستاشر ثم نجمع الأسس سالب ثلاثة موجب أربعة تصير خمستاشر X أربعة نقص ثلاثة بواحد هنا نختصر على الثلاثة فيها الثلاثة على الثلاثة فيها الاثنين أي ثلاثة على اثنين Y أس ناقص 7 موجب أربعة هذا يساوي ثلاثة على اثنين Y أس ناقص ثلاثة ويمكننا أن نجعلها في المقام حتى تكون بأس موجب ثلاثة على اثنين Y تكعي في هذه المسألة نوزع الأس أربعة مرة على سالب اثنين ومرة على الـ X 2X أس أربعة ناقص سالب 2 أس أربعة في X أس أربعة 2X أس أربعة ناقص تعلمنا أن إذا كان الأس زوجي تتحول السالب إلى موجب ويبقى 2 أس أربعة 16 X أس أربعة هذا يساوي 16 X أس أربعة بالسالب و2X أس أربعة بالموجب الفرق بينهما 14 ولكن الكبير سالب فيكون الفرق أيضا سالبا سالب 14 X أس أربعة في آخر تمرين نوزع الأس وسالب 2 على كل الأعداد فتصير سلاسة أس سالب 2 X أربعة في سالب 2 سالب 8 Y أس ناقص ثلاثة نرفع الأس سالب 2 نضرب سالب في سالب موجب Y أس 6 تكون الحال النهائي Y أس 6 في البسط تنزل Y تربيع في المقام أي 9 وX أس 8 ترجمة نانية